موسيقى مباشرة بعد اللقاء ديره أمام المنتخب الإيراني فهو أرجع لمدينة فورونيج ووصل للمعسكر في تمام الساعة الثانية صباحا من صباح اليوم كل يعني بطبيعة الحال اللعبين كانوا يعني مستائين كان هناك تدمر كبير بعد النتيجة والسيناريو اللي جات فيه ديك الهزيمة أمام المنتخب الإيراني نبدأ بالحالة الصحية ديال اللعب نردين المرابط اللي تصاب بالأمس حسب الدكتور هيفتي فنردين المرابط بقى في مدينة السان بيترسبورغ في المستشفى تحت المراقبة وهو يعني وصل اليوم لمدينة فورونيج باش يلتحق باللعبين في المعسكر لكن ربما يغيب على ما تبقى من هاد المباريات كأس العالم تحدث يعني مدة لغيبة ديالو في أول مرة بسبعة أيام لكن الحالة ديالو لا تدعو للقلق رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي القجاع كان عنده لقاء مع اللاعبين وكذلك أعضاء الطاقم التقني ديال ايرفي غناخ ويعني أكد لهم تقديلوا بهم وقال لهم بأن الهدف كان هو الوصول لكأس العالم وكذلك أنها الهزيمة والظروف اللي جات فيها مشيا نهاية العالم ما زال كناك مبارتين وأن الجمهور المغربي هنا في روسيا وفجر ما يعنح العالم في المغرب فهو يعني تفهم أن الظروف اللي مرت فيها هاد المباراة ويعني الصعوبة ديال الهزيمة في هاد المواجهة فيما يخص اللاعب عزيز بوهدوز كانت هناك أخبار تفيد بأنه غادر معسكر الأسود فورونيج وهو شخصيا يعني فحد الرسالة كدب هاد الأخبار وقال ونبغي أنني نقرأ لكم يعني ما جاء في هاد الرسالة ديال بوهدوز مر يوم وما زلت أشعر بالمرارة جراء ما حصل والألم ما زال يراوضني أنا وزملائي في المنتخب قال مررت بتجارب قاسية وستطعت بفضل الله أنني أنتجوزها لم أستسلم ولن أستسلم أبدا شكرا لكم ديما مغرب كان هذا إذن كلام اللاعب عزيز بوهدوز قلب هجوم المنتخب المغربي واللي كان بطبيعة الحال وراء تسجيل الهدف ضد مرماه أمام المنتخب الإيراني شكرا جزيلا لك جلال على هذه المراسلة وكل هذه المعلومات